الارتخاء بالنشاط السياحي بالجزائر بإدراج النشاطات الرياضية والترفيهية ضمن الخدمات السياحية بدأ يعرف طريقه للتطبيق بإدماج نشاطات أربع فدراليات رياضية على مستوى الشواطئ والمنتزهات وكذلك المركبات السياحية رهن الحكومة لإنجاح موسم الصياف 2019 عند الإمكانيات المادية من خلال الفنادق الكبرى التي تنجازها من عدد كبير من الأسرة وعدد كبير من دور الشباب وعدد كبير من زوبير جوني لغير ذلك ولي كومبينغ على مستوى الجنوب عند كذلك الإمكانيات المادية التي تحصل عليها وزارة الشباب والرياضة من خلال الفيدراليات وشفة الفيدراليات كلها اللي عندها متعلقة بالرياضة الشاطئية والرياضة للجميع والرياضات الجوية والرياضات البحرية كلها حاضرة اليوم وتأكد بأننا دخلنا في لب الموضوع وهو تنفيذ لب ونص الاتفاقية لتقول بأننا نوفر هذه الوسائل لفائدة المواطنين تعنا وفائدة شبابنا باش نعقد العزم على إحياء التراث الوطني إحياء الرياضات الجزائرية وإحياء وكذلك الدخول في الرياضات العالمية الجديدة وأن خلوا شبابنا يستفيدوا منها وستكون إن شاء الله قابلة للتنفيذ خلال موسم الاستياف هذا وعلى مستوى كل السنة إن شاء الله ريهانو استقطى بفئة جديدة من السياح من خلال بعض الأنشطة السياحية الرياضية استراتيجية جديدة تعاول عليها الدولة للترويج للوجهة السياحية المحلية فالريهانو جعل الجزائر أكبر بلد سياحي على مستوى شمال إفريقيا سياحة رياضية تضمن إعادة بعض وإحياء آلاف الرياضات التقليدية كل إمكانيات تحتضن فئة أخرى من السياحة الرياضية شفنا بالسياحة الرياضية حاليا في العالم تستقطب عدد ملايين من الزوار بما أن الرياضة أهم شيء تقدر تقدمه للسياحة هي أن تهيكل وتسير الصورة الحقيقية الحسنة للبلغ كما يعني شفنا في البحث وإن كان آلاف الرياضات التي توردت تعنا للأسف خسرناها راحت نحن في البحث هذا نحاول مع الشارك التي هي وزارة سياحة وأيضا إدمات شارك آخر هي وزارة التقافة التي نعود نحيو إن شاء الله توردت تعنا والرياضات التي هي جزائرية تعنا إدراج النشاطة الرياضية والترفيهية كجزء لا يتجزأ من الخدامات السياحية المقدمة خطوة جديدة ستعطي دفعا قويا لاختيار فئة الشباب الجزائر وجهة مفضلة لقضاء عطلة الصيف